إيه رأيك في مستوى حمزة المسلوسي؟ في حتتك بقى. بص أنا يعني أنا مش من الناس اللي أنا بحب أن تجد لعيب يعني. بس أنا من أول خالص، من أول ما حمزة جيه، أنا مش شايف إن هو لعيب كواليتي عالي قوي يعني. هتقول لي أصل هو بيروح منتخب تونس. هقول لك ما فيش مشكلة يعني يروح منتخب تونس ماشي. يعني محتران المتخب تونس هو يعني ما بيبقاش هو المتخب تونس لعب. حمزة ملعبش مثلا بقى فيه فرق كبير. لا يعني. فأنا مش شايف هو عمل السنة اللي فاتت. نهاية موسم حلوة. الدور التاني عامل كويس جدا. بس فوسط مالسقاط كان قوي. يعني فيه لعيبة اللازم اللعيبة كلها تبقى جامدة عشان هو يبقى يعلى بالليفل عنده. لكن ما يشيلكش واللعيبة وحشة. الأغرب بالنسبة لي إن أنا حزم يعني اللاعب معي أكتر من ست سنين. أنا شايف كلعيب محترف. أنا ممكن استفدت بلعيب تاني أقوى. وأحسن. وحزم وحد أو تجيب حد تاني مع حزم يبقى موجود في ناحية. يعني شايف إن حزم إمام أقوى وأفضل من حمزة المسلوسي؟ أنا بالنسبة لي أنا بكتير. بكتير. لا حزم عنده قوة هجومية غير طبيعية. وعنده لو حزم كان صغير لأدواتي عنده خبرة. وتتكلم على باكرايت متطور. حزم إصاباته كتيرة مفيش مشكلة ممكن المدير الفني. ما يبقاش عنده ثقة كبيرة جدا لحزم ممكن ياخد المرشات كلها وما يتعورش وما تفقدوش. لكن ما فيش منع إن إنت عندك جول ملعب ممكن تعمل يعني فيه لعيبة كتير أقوى تلعب. يعني ما أشهر لعب في المنتخب باكرايت. زيزو بيكون يلعب باكرايت. يعني إنت عندك في السكوات لعيبة كتير جدا ممكن تلعب باكرايت. لكن إن حمزة هو اللي يلعب وما يعودش. وكمان اللي يحتاج توقعه ما ياخدش فرص. صعبة شوية يعني. أنا شايف حزم أقوى منه يعني.